دور مهم تلعبه في المفاوضات رفعة المستوى بين إسرائيل وحركة حماسة التي تناقش شروط إطلاق صراح عدد قليل من الرهائن مقابل هدنة إنسانية مدتها ثلاثة أيام وفق ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين مطلعين على المناقشات طبعا هنا المسؤولون الأمريكيون أكدوا أن إحراز أي تقدم في المفاوضات يتوقف على مدة الهدنة واحترام الشروط التي يتم التفاوض عليها بناء عليها سيتم إطلاق صراح ما يصل إلى خمس عشرة رهينة نصفهم أمريكيون الإدارة الأمريكية وفق مراقبين تسعى لتحقيق انتصار دبلوماسي من خلال ملف الرهائن والدليل زيارة رجل الملفات الصعبة ويليام بيرنس لرئيس الاستخبارات الأمريكية إلى المنطقة حاملا معه خطة شبلت ملف الرهائن فرض هدنة إنسانية وتجنب نشوب حرب إقليمية والأهم إيجاد طرق تساهم في الخروج بنتيجة في المستقبل القريب ووفقا لمسؤولنا أمريكيين مدير وكالة الاستخبارات المركزية ساعد في تسهيل المحادثات المتعلقة بالرهائن ومن المتوقع أن يواصل عمله بشأن اتفاق يتضمن تبادل الرهائن مقابل وقف القتال وأشار أيضا إلى أن حماس قدمت في السابق عرضا لإطلاق صراح مجموعة من الرهائن جرت هذه المحادثات قبل دخول الجيش الإسرائيلي برا إلى غزة لكن المسؤولين الإسرائيليين شككوا في صدق حماس ومضوا قدما في عمليتهم البرية ترجمة نانسي قنقر